لليوم الثالث على التوالي تواصل القطاعات المشتركة عملياتها لتحرير قضاء الرطبة غربي الأنبار وتطهير أغلب الأحياء والدوائر الحكومية فيها وإعلانها تحت سيطرة القوات المحررة بعد رفع مئات العبوات الناسفة منها وقتل العشرات من الانتحاريين المتواجدين فيها أثناء عمليات التطهير وفرض طوق حول المدينة من قبل الشرطة الاتحادية والسيطرة على مفرق عكاشات لقطع إمدادات داعش القادمة من القائم سيتم رفع العلم العراقي على مبنى قائم مقامية قضاء الرطبة وهي لا تبعد عنها سواء بمسافة 200 متر تقريبا على جهة اليسار من هذا الموقع لكن على ضوء الخطة قدمنا أيضا بموضوع عدم أعطاء أي خسائر في صفوف القطاعات الأمنية لأن هناك عبوات مزروعة على طول هذا الطريق وتم أيضا زج المعالجة وزج المتفجرات بموضوع رفع العبوات من هذه المواكن تم تطويق قضاء الرطبة بالكامل من قبل الواث المنطعة الشرطة الاتحادية عملية التطويق جارية من قبل عمليات الخاصة أغلب النقاط والأهداف المرسومة توصلنا لها إن شاء الله ما باقي إلا شيء قليل وتمكنت قوات فرقة المشات السادسة عشر من تدمير عجلتين مفخختين يقودهما انتحاريان قبل وصولهما القطاعات المتواجدة داخل مدينة الرطبة فضلا عن نشر كمائنا ونقاط تفتيش باتجاه الطريق الدولي الرابط مع المنفذ الحدودي كانت هناك مقاومة وكالمعتادة أسلحتهم المعتادة لعبوات ناسفة وعجلات مفخخة وانتحاريين وقناصين وهوانات بالأمس لواء الشرطة الاتحادية 18 دمر عجلة مفخخة كانت متجهة نحو القطاعات أثناء التقدم وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب بالدبابة برامز تم تدمير عجلة مفخخة كانت متجهة إلى الراتل داخل مدينة الرطبة تحرير الرطبة من تنظيم داعش له الأثر البالغ في إضعافهم وقطع إمداداتهم وتمويلهم الذي يعتمدون عليه من الجباية التي تفرض عنوة على البضائع وأصحاب التجارة الواردة باعتبار المدينة الممر الرئيس للمنافذ الحدودية القريبة منها بحسب المسؤولين المحليين في الرطبة هذا محور مهم بالنسبة لتنظيم داعش سابقا كان يستخدمه لتمويل عمليات الإرهابية من خلال الجباية من الشاحنات على طريق الدولي المنفذي الطريبي والوليد وكذلك كان الشريان حيوي لنقل إمداداته من سوريا والموصل إلى العراق الآن إن شاء الله قطعت يده في هذا الاتجاه عمر العبيدي الحرة